موسيقى ايه يا جماعة دا؟ ايه دا؟ ازايكم الاول عاملين ايه الاحوال كله تمام اتمنى يكون كله خير وعلي العال وتمام التمام وميد فل واربعتاشر اهلا بيكم في برنامج بتوقيت القاهرة على اون لايف معاكو يوسف الحسين ايه كم الشئعات اللي طلع دي؟ قالك الاستاذ مقرم محمد احمد رئيسا للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام ربنا تديله الصحة وطلط العمر سيد احمد انيس رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وكان وزير اعلام الابنات ديله الصحة وطلط العمر الاستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الابنات ديله الصحة وطلط العمر وعلى رأي صديقنا عمر رجائي ها 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 وعيزاه ييجي يا فوزية ارمش وسيطر يا لورد هي شوية كلمات او شوية شائعات او شوية احاديث او جمل تطلق في بعضهم بحبه وبحترمه في بعضهم باختلف معاه وفي بعضهم ممكن مكونش بطيء سيرته في النهاية هذا الكلام غير رسمي لكن هتبقى خيبة بالويبة والله لا يا ليخ لا يا صح مش قادر افهم يعني قادر عمال اقرأ وبعدين مش مصدق وعدت اعمل كده واعمل كده واعمل كده حاجة ها منتهى الهزل بصراحة مش ممكن يا جماعة طيب ماشي اوكي فيش اي حد فيش اي مونولوجستة طيب يمسك اي هيئة تبقى لطيفة بارم على كل انسبنا من كل ده يمكن اللي عايز افتح بيه الحقيقة كنت مرة كده من يومين كتبت تغريدة او تويتا او تويت على تويتر تويتا على تويتر اكيد مش على فيسبوك كنت متكلم فيها على انه كنا زمان نقول دايما ان الغربة وحشة الغربة وحشة وان هناك الملايين الآن يريدون الهجرة الى خارج مصر بيغير رجعة الحقيقة آآ وبعدين لقيت الناس متخيلة انا بقول الكلام ده تشجيعا للهجرة وانه لازم نهاجر هو على ما يبدو ان الموضوع مفهوم غلط تماما اولا انا راجل ضد الهجرة دايما طول عمري لما كان اصدقاء وزملاء ليه من فترة الجامعة عاوزين يهاجروا موجود دلوقتي اللي موجود في كندا واللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والبعض هاجر لبعض الدول الأوروبية الحقيقة واستقر هناك يعني مش راح بس بغرض استكمال دراساته العليا الناس استقرت أنا كنت ضد ضد ده تماما وكنت دايما نقعد هاجر مصحابي إنه إحنا ما بنسبش بلدنا إحنا لازم نضل في بلدنا إلى آخره وبعدين لقيت ردود أفعال لما عادت أشرح إنه أنا أصلا ضد الهجرة تماما وشايف إنه البني آدم بيكبر وبيكتسب خبرات علشان خاطر يفضل في بلده لأنه بلدنا بتاعتنا إحنا مش بتاعت حد تاني ده واحد اتنين هي إحنا بتوع البلد دي مش بتوع بلدان تانية فهنفضل فيها كده بحلوها وبمرها هتطلع وهتنزل وإحنا موجودين كل واحد فينا على حسب عمره وشفت ناس كتير حوالي من أصدقاء أهلي وأرايدنا ومعارف وجيران وناس نقرأ عنهم وهكذا مهما اشتدت عليهم الأوضاع سواء زكاة الأوضاع دي تتعلق بأوضاع سياسية أو أوضاع اقتصادية أو أوضاع معيشية أو نمط اجتماعي إلخ كانت الناس مصرة لهم يفضلوا في البلد حتى اللي بعضهم اضطرر الخروج برا البلد خروجا اضطراريا اغتراب طوعي وكان أبويا واحد من الناس دول بسبب اضطهاد تعرض له أيام جمال عبدالناصر رحمة الله عليه والضطهاد سياسي أخر أيام أنور السادات رحمة الله عليه والضطهاد سياسي تأخر أيام حسني مبارك رحمة الله عليه أبويا كان مضطهد على فكرة من الثلاثة أنظمة يعني حسني وارك لسه عايش؟ اه صح حتصدق لسه عايش سبحان الله المهم يعني أبويا رحمة الله عليه السيدي فكان عنده الاغتراب الطوعي وكان أول ما بتيجي فرصة ويرجع لمصر التاني كان بيرجع لمصر ويمارس حقه في إبداء الرأي والتعبير والمعارضة والشدة والحدة ويطهد تاني ويسيب مصر تاني وهكذا طيب لقيت ناس بيقولك يا عم وأصل أنتو بتشتغلوا وبتاخدوا فلوس وبتلينها والعب بتاع المسألة مش زي ما أنت متخيل ده أولا اتنين تعرف عن الشخص المتحدث إيه؟ يعني من ظن منكم أن أبوي الله يرحمه كان ملياردير ولا أمي مليونير ولا الكلام ده خالص إحنا راجل من عائلة متوسطة صحيح يصح القول بأنه بتعبير كده بتاع الأبياد ويسي بتاع زمان عائلات ولاد أصول قديمة وعائلات كبيرة ومش عارف إيه اسمع لناش فلوس طبقه متوسطة عادية جدا كل حكاية أنه أهلنا علمونا أنا وإخواتي كويس أوي 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 كل علاقهم وشاءهم حطوه في تعليمنا فكبرنا قدرنا أن احنا نشتغل شغل كويس وقدرنا نكسب الحقيقة دي كل الحكاية شفنا الأمرين وإحنا بنبدأ حياتنا إحنا أربع هاني أو بسمة هاني ثم يوسف ثم مريم كل واحد فينا عنده مشواره كل واحد فينا عنده كفاحه كل واحد فينا ذاق الأمرين الأمرين في السياسة والأمرين في الشغل والأمرين في الوضع المالي والأمرين في الأوضاع اللي موجودة في البلد اجتماعيا إلى آخره إلى آخره وكل واحد فينا بينحق في الصخر وبالرغم من ذلك إحنا الأربع ضد الهجرة بس هتسيب بلد ليه يقاست؟ تعبت؟ زهقت؟ عضمك تري للدرجة دي؟ يا خسارة إنشف منك ليه مش مزايدة عليك بس دي كلمة بقولها الآية حد من قريب اللي أصغر مني في السن من عشر سنين وانت نازل بقى وانت طالع يعني اللي عنده 32 واللي عنده 25 إنشف منك ليه البلد بتاعتنا احنا شو بتاعت حد تاني المهم خلونا نروح لأخبارنا الإقليمية العربية وأخبارنا الدولية الأوضاع في سوريا يراها البعض أنها تزداد التهاباً واشتعالاً من فجر النهاردة النهاردة الفجر وفي إطار محاولات مستمرة للأسف الشديد من الجماعات الإرهابية المسلحة وتقدر تقول أنه عملياً هي النصرة بالمسميات الجديدة بتاعتها أحرار الشام وأحرار الزفت بيحاولوا أن هم يدخلوا العاصمة دمشق ويسيطروا عليها بأي شكل ممكن كويس؟ فتح الشام تحديداً اللي هي النصرة سابقاً تحاول بجهد حثيث أن تقوم بهجوم وبالفعل قامت بهجوم مباغت على أطراف دمشق كويس؟ وحصل من حوالي ساعات قليلة معارك عنيفة جداً خضتها قوات الجيش العربي السوري على أطراف حي العباسيين في وسط دمشق كويس؟ بالمناسبة هو الفرق الرابعة اللي بيتم الحديث عنها وتحديداً يا خبار ربي ενنه حد يعمل كده آسف الفرق الرابعة اللي بيتم الحديث عنها وأن الفرق الرابعة تحركت إلى قلب دمشق الفرق الرابعة طول عمرها في قلب دمشق على الأقل في خلال الست سنين اللي فاتوا ده نمر واحد المهم وتحديداً كانت القاملة العربية دايماً هي اللي بتتكلم في موضوع وتحركت الفرق الرابعة يعني حالة كده مفهوم ليه بيحصل ده و غير مستغرب وهاشرح لكم بعدين المهم تمكنت عناصر جبهة النصرة أو فتح الشام هذه العناصر الإرهابية المسلحة منهم يتسللوا من حي جبر المجاور إثر هجوم مباغة فجر النهاردة زي ما كنا بنقول ضمن محاولات مستمرة لأنهم يتقدموا لوسط العاصمة دمشق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس بأن المقاتلين من الفصائل المقاتلة الإرهابية وهي التحرير الشام تمكنوا من التسلل والوصول إلى منطقة جراجات العباسيين كويس؟ طيب ده عبارة عن موقف للسيارات كما هو واضح من الاسم والحفلات على أطراف الحي الواقع في وسط دمشق فيما بيؤكد التلفزيون السوري الرسمي أنه الجيش العربي السوري تصدى لهجوم شنوا إرهابيين جبهة النصرة والمجموعات المتحلفة معاهم على محور الكراش في حي جبر وأفاد عن استهدافات مكثفة للجيش بسلاحة المدفعية باتجاه المحاور اللي حاول الإرهابيين التسلل لها وبيلفط النظر إلى أنه الجيش منع حركة مرور المواطنين حفاظا على سلامتها كويس؟ طيب هنحاول نتعرف أكتر بعد إذن حضراتكم على ما يحدث في سوريا ولكن هرجع وقول لكم أنه وإنت بتقرأ الأخبار من أني محطة أولا أرجوك أعرف جنسية المحطة أتنين أعرف يا ترى هل ترى هل هذه المحطة تعتبر أحد المحطات الناطقة باسم الدولة ولا لأ تلاتة يا ترى المحطة وهي تروج أنه تحركات للفرقة الرابعة حرس جمهوري إلى وسط دمشق هي ترى مرامة مركزة طب ليه كلمة التحركات؟ المسلحين يسيطروا المعارضة آه المعارضة ما قالش المسلحين ما قالش الإرهابيين ما قالش جبهة النصرة ما قالش فتح الشام قالك المعارضة تسيطر على حي العباسيين بمنتهى البساطة لأنه هذه الجهاء مش بكلنا طبعا على المحطات هي التي تمهول جبهة النصرة ولا أحد الآن يستطيع الإنكار بل الموضوع أصبح مكشوف معروف سواء إذا كان على الساحة الداخلية العربية أو على الساحة الدولية طيب أنا لما يبقى في عندي مفاوضات في شهر مايو اللي جاي ولما هذه المعارضة المسلحة تقرر أنها ما تحضرش المفاوضات وتبقى بتدفع بالعملية بتاعت الحل السلمي تجاه المواجهة المسلحة ولا تريد حلول سلمية عارفين مفاوضات شريك رئيسي فيها سوريا بالقطع شريك رئيسي فيها إيران بالقطع تركيا بالقطع أمريكا موجودة في إطار المراقب على مفاوضات استانى تحديدا مش بكلم هنا بقى على مفاوضات بلجيكا وبلجيكا أربعة تحديدا يعني طيب سيبنا من ده طيب لما لقى إن المعارضة المسلحة هي اللي مش عاوزة تحضر المفاوضات وهي اللي عايزة تكمل فيه خرق الهدن ووقف إطلاق النيران والاستمرار فيه أي عمل غير سلمي على الإطلاق وتطلع المعارضة المسلحة هي هي اللي رايحها النهاردة عاوزة تحتل حي العباسيين في وسط دمشق وتطلع هي هي نفس المعارضة المسلحة اللي بتمولها نفس الدولة هي هي الرياض من الآخر يبقى واحد أنا عاوز أثبت من الروح المعنوية للجيش العربي السوري أنا عاوز أعمل ألأ داخل دمشق تلاتة أنا عاوز أقلق السوريين بشكل عام من البقاء في سوريا ومن ثم النزوح أو الخروج أو الهروب أو اللجوء إلى خارج الأراضي السورية وبالتالي أستطيع أن أنا أتمكن من أكبر قدر ممكن خصوصا أنه فيه تقدم كبير لقوات السورية وقوات التحالف فيه مسألة إجلاء وتحرير المدن والمحافظات السورية تباعا إلى آخره طيب ومن ناحية تانية أنا أبدأ أحمس الفلول الهاربة البقية البقية من جماعات مسلحة تانية للانضمام للجماعة بتاعت جبهة النصرة وفتح الشام ومن ثم أعيد الكرة من أول وجديد وارجع تاني للمربع رقم صفر بتاع 2011 في وقت بداية الأزمة السورية إحنا هنا بنحاول نتعلم نقرأ مع بعض الأخبار تاني هل اللي قاله المزيع ده كلام منزل؟ العفو أعوذ بالله الكلام ده كله فيه إطار معلومات واضحة معلنة معروفة تحليل بسيط حضرتك تقدر تجمع الحاجات على بعضها تقدر تراجع على الكلام بتاعنا دول بيمولوا دول؟ اتأكد يا سيدي نمط الأخبار كان طالع بالشكل ده آه يا صن مقال لك المعارضة مقالش المسلحين مقالش الإرهابيين مقالش تنظيم القاعدة مقالش النصرة مقالش فتح الشام مقالش الميليشيات مقالش المعارضة مقالش المعارضة يا سلام يا رقيق معلش لس الجولة كبيرة والجولة طويلة طيب وبالمناسبة وحول الملف السوري انا ادعوكم لمشاهدة حلقة خاصة يوم الاربعاء لقاء مع سعادة السفير السوري السفير الروسي بالقاهرة حلقة مهمة جدا بنتكلم فيها يمكن باستفاضة حول الملف السوري تحديدا وملف العلاقات الروسية التركية ادعوكم الى ان احنا نشاهد هذا اللقاء مع السفير الروسي بالقاهرة انا اعتقد انها حلقة مهمة جدا وعقلة جدا وهدية جدا بس نقدر يعني يا سيد سيرجي سيرجي كيربيتشينكو لو سمحتوا نشوف هذا اللقاء يوم الاربع اللي جاي طيب خلوني انتقل بكم بما انكم بتكلم على موضوع العلاقات الروسية التركية وما الى ذلك فلازم نتكلم شوية على التركية ونروح لما كشفت عنه صحيفة الزمان التركية وهي المحسوبة على طيار من طيارات المعارضة التركية متعلق بارسال القنصل التركي في محافظة الاسكندرية خطاب لرئيس احدى الجامعات المصرية بيبلغه بشكواه من استاذ جامعي انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الصحيفة بتقول ان القنصل العام التركي تسبب في حالة من الغضب بين اساتذة جامعيين بعد ما ارسل هذا الخطاب واكد الاساتذة رفضهم لممارسات القنصل التركي غير المفهومة ومرأبته لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لانه بيحاول تكميم افواه المصريين وكأنهم موظفين عنده في السفارة او القنصلية التركية وبحسب صحيفة الزمان التركية استهجن الاساتذة في هذه الجامعة تصرفات القنصل التركي وبيتسألوا بعد ان قمعت تركية جميع حريات مواطنيها هل تعتبر المصريين اتراكا وتمارس قمعها علينا وتحاول تكميم افواهنا ايضا طيب نقدر نقول انه انتقاد استاذ الجامعة للرئيس التركي رجب طيب اردوجان داخل قاعة الدرس والمحاضرات خاطئ طب اللي بعده هو انتقادوا داخل قاعة الدرس والمحاضرات انتقادوا لحساب الشخصي ولا رئيس الجامعة ولا وزير التعليم العالي ليه سلطة على حساب الشخصي الاستاذ فما بالك اصلا بالقنصل التركي او السفير او حتى رجب طيب اردوجان لا ناقة لهم ولا جمل ده واحد اتنين هل ما فعل افترضنا انه حصل جوه قاعة المحاضرات وفي سياق الدرس الاستاذ الجامعي حلل المواقف التركية فليكن انه بيحللها في اطار انه بيدي محاضرة في علوم سياسية في علم اقتصاد سياسي في التاريخ السياسي التركي الحديث في نمط الحكم في تركيا خلال 13 سنة وبدأ يحلل هنعتبر ان ده نقد هو الناس اتهبلت ولا ايه اظن اتهبلوا بس الوقع جاي قريب فاصل ونكمل الكلام موسيقى موسيقى طيب جرس الاستاذ موجه للعالم كله حتى لا يستمر في مسألة غض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني المحتل ضد الانسانية على اراضينا العربية المحتلة لانه هناك المحاولات الحثيثة الجاهدة المستمرة المتحمسة الدقيقة للطرمخة عليها الحقيقة طرمخة من المجتمع الدولي من المؤسسات المجتمع الدولي بل احيانا انتصل الطرمخة الى المؤسسة والهيئة الاممية بتتواصل حقيقة ردود الفعل على الساحة سواء الفلسطينية او الدولية بعد اعلان الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والجاء والاجتماعية لغرب اسيا الاسكاوا ريمة خلف قدمت استقالتها من منصبها بعد مطالبة الامينة العام عارف انت بزبط كده ايه صاحب البيت كان عاوز يحفر حاجات كده بقى واصل كان ليه قريب مهم بالزبط كده صاحب البيت الامينة العام ليه قريب مهم في تل قبيب او الله طلب من ريمة انها تسحب تقارير تدين الكيان الصهيوني المحتل ريمة خلف قالت جملة بألف ألف ألف جملة قالت اتنحى حتى اتيح لغيري ان يفعل ما يمنعني ضميري ان افعله يعني اللي هيجي بعد ريمة وهيقرر ان لا يقدم مثل هذه التقارير وانه يغض الطرف مع دوم الضمير ريمة ضميرها رفض ذلك الامينة العام قال لها اسحاب التقرير صاحب البيت وهكذا الحقيقة انها تعتبر خطوة دقيقة جدا خطوة مهمة كمان لانها بتزيد مع تأكيد خلف في بيان ليها كتبته بعد الاستقالة انها تعرضت لضغوط قوية علشان تسحب التقرير ده يعني يا سادة محترمين يا سادة يا كرام لما الامين العام يقرر انه يضغط على واحدة من اهم او رئيس او بالاصحة امين تنفيذي لواحدة من اهم اللجان المركزية في الامم المتحدة ويطلب منها سحب تقارير وانها ما تتكلمش فترجع تقول حصلت علي ضغوط المسألة بقت اكبر من انه يبقى فيه حاجة غلط والمسألة بقت اكبر من انه يتم السكوت والمسألة بقت اكبر من انه كمان الفلسطينيين يستمروا فيه مش هسميه الصمت لانه الحقيقة اهلين في فلسطين عمرهم مكانوا الصمتين بالعكس الجهاد والنضال الحقيقي لاجل الارض والشعب والاجل الحق في الحياة والاجل الاستمرار في جهد ونضال للحصول مرة تانية على حقهم الطبيعي في اراضيهم المحتلة لكن احيانا كتير بيبقى فيه جهد مش على المستوى المطلوب تحديدا في هذه المستويات السؤال هو يا ترى هل ترى واحنا بنتكلم وقد يكون دلوقتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن يمكن يكون ممكن يكون بدأ اللقاءه مع فخمة الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن قرر من حريمة خلف اعلىpolسام وطني فلسطيني تقديراً لدورها السياسي في هذا الصدد ممكن زي ما بقول لكم بما إنه من الوارد إنه يكون دلوقتي بدأ اللقاء ما بين الرئيسين الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني هل هيتم النقاش على ده؟ طيب وفي إطار جهود مصر اللي بتبزلها الحقيقة في استعادة الريادة واستعادة الدفة في خلق وحدة فلسطينية فلسطينية أولاً ثم في استعادة أو بالأصح في خلق سبل وطرق لإيجاد دولة فلسطينية عاصمتها الأدس الشرقية هل إطار إحنا لينا دور ما جوه الأمم المتحدة؟ هل مقعدنا اللي موجود دلوقتي جوه الأمم المتحدة تحديداً في مجلس الأمن يعني ليه دور في مسألة فتح ملفات تتعلق بفلسطين وبجريمها الحقيرة ضد الإنسانية وضد الإنسان الفلسطيني وضد المواطن العربي؟ مش عارف يمكن يتفتح الكلام مع الرئيس المصري من خلال هذا اللقاء ويمكن لا ويمكن ما يكونش على أجندة الأولويات على الأقل في هذا اللقاء لكن يمكن يكون من ضمن الأولويات اللي هتطرح في الجامعة العربية وبمنسبة القمة العربية تخيلوا مصر أسف رؤي سوريا مش هتحضر أو الله يخس يخسارة لكن مش دايما كل حاجة وحشة خلونا نروح لشوع النور موسيقى نهاية شهر ستة الفين وسبعتاشر 4% الزر دي نسبة يعني مبروكة ليومين دول على كل في النهاية اللي احنا بنتمنى مش بس الـ 4% 4% و 5% و 7% و 10% في يوم من الأيام اللي بنتمنى ان احنا نقدر نقضي على معدل تضخم وصل لـ 31.7 من 10 معدل التضخم كبير؟ آه كبير احنا قدها شوفوا احنا بمر بمرحلة صعبة مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة شديدة الدقة شديدة الألم واللي بيدفع تمانها الحقيقي هم الغلابة كويس؟ السؤال احنا هنعرف نعدي ولا لأ؟ هنعدي مخرج البرنامج بيقولي هنعدي طب قدف بقى ويطلع فاصل شعارت لحد يعمل اللي احنا عملناه ده بالزمة والله الواحد دايما فخور بهذه التجربة ولسه هلوم مجرى من تجرب يمكن في 4-5-6-7 عبدول كمان ربنا بقى يسلم على كل كما انتم عارفين انه ده كان في منطقة سوق الحوت في بني غازي ليبيا في اشتباك او لحظة اشتباك ما بين قوات الجيش الليبي والجيش الوطني الليبي وتحديدا كان تنظيم جبهة اسف كان تنظيم داعش وكان الضرب هنا بدبابات او الدبابة دي تحديدا وكان فيه منافع دوشكة وكان فيه واحد جرينوف واظن كان فيه واحد ميمطة او الـ 14.5 واسلح خفيل فشوات حاجات بسيطة كده يمكن ابراهيم يقدر يصحح لي على كل احنا واحنا هناك في ليبيا كان بالفعل حصل تحرير لمنطقة الهلال النفطي بعد ما رجعنا من ليبيا ويتكن كانت خلال اسبوع اللي فات حصل محاولة من الجماعات المسلحة الارهابية هناك في ليبيا لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي مرة تانية يا سادة ليس من سمعك من رأى كاميرا هذا البرنامج كانت هناك وشفنا ليبيا وشفنا ما يحدث على الارض في ليبيا وشفنا واقع هذه المعارك الطاحنة اللي بيحاول فيها الجيش الوطني الليبي استعادت وتحرير الاراضي الليبية وشفنا ما بين القدرات الليبية من ناحية وما بين ازاي مصر وقفة في ظهر الشعب الليبي والجيش الليبي حتى تستطيع القضاء على الارهاب في ليبيا بكاملها ومن ثم استعادت كل الاراضي الليبية فتكون ليبيا ارض واحدة موحدة بكاملها لكل شعبه تمام؟ بعيدا عن بعض كلام الجرائد مش كل كلام الجرائد لكن خلونا نذهب الى الخبراء والمحللين في هذا الشأن مع ضفنا العزيز في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالسطار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي ومسؤول التحرير بجريدات الشرق الأوسط اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا حييك على المشوار بتاع ليبيا يا اخي ان انا مر بالتجارب دي كتير وعارف التعقيدات صعبة جدا والصعوبة الدخول طبعا تبقى تجربة انسانية كمان صعبة على البني ادم جدا جدا خاصة فيه وشوش ما تقدرش تنساها يعني اللي فقد اولاده واللي فقدت اولادها واللي فقدت عائلتها كلها يعني وشوش وكلمات تفضل ترنف في ودانك لفترة طويلة انا لا انسى مشهد واحنا هنا عند سوق الحود تحديدا وشفته انا وزملائي الاعزاء ابراهيم جاد ومحب مونير مقاتل ليبي مع الجيش مصاب في رجله الشمال ومتخيطة رجله وربط عليها الضمضات وتمام وماشي وبعدين احنا كنا في وقت المواجهة يا سيدي انت لسا مكمل انا لسا مكمل انا لسا ادراع انا لسا واقف على حي لحاجات زي كده وفي وسط المواجهة درب طاق طلقة راح اتواخد رجله التانية لا حول الله والله قاعد يضحك والله العظيم يسأل في ذلك ابراهيم قاعد يضحك ولا كأن في مشكلة خالص وانه اه تمام جرحة خلاص احنا هنعمله بجينا يسترح شوية عشان يقوم يكمل واقع مؤلم وغريب ومرير خصوصا لا مش حرب نظامية طبعا واصرار كمان من شباب خاصة يعني شباب ليبيا بشكل عام خاصة من المنطقة الشرقية يعني شباب ابدأ نوع من البطولة الكبيرة لمحاربة الجماعات الارهابية واستعادة الدولة يعني مسألة الرغبة في استعادة الدولة اعتقد انها الدافع الرئيسي وراء الالاف من المتطوعين من الشباب الليبي ومن حتى العواجيز يعني فيه بوابة ما عرفش حضرتك مرة عليها لا بيسموها في ليبيا قبل بيسموها في ليبيا بوابة الشياب يعني الناس العواجيز ده وإحنا جايين من عند الابرق لا من تدخل من الطريق الشمالي اه انا دخلت الفترة الاخيرة من الطريق الشمالي بوابة الشياب دي عبارة عن الزباط الأدام المتقاعدين من عشر سنين ومن خمسشار سنة لما لقوا ان الفوضى ضربت المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في ليبيا ولما شافوا الجيش وهو بيحاول يسترد الدولة مرة أخرى اه لبسوا ملابسهم العسكرية القديمة وعادوا مرة أخرى لضبط المرور وسير السيارات على المدخل الجنوبي الشرقي من بنغازي وكان قمة الانضباط يعني جنود حتى حركتهم حركة عسكريين المواطنين بيكون لهم كل احترام لأن ده اللي عايزينه يعني المواطن عايز الرجل المنضبط الجهة المنضبطة وليست الميليشيات والفوضى التي خبرها الليبيون خلال العامين أو الأعوام الماضية منذ 2011 حتى الآن يعني يعني بشكل عام أعتقد أن حضرتك والطأم اللي كان مع حضرتك لمسته إلى أي حد المنطقة الشرقية فيها انضباط صحيح لو كنت روحة المنطقة الغربية هتشعر بالفارق الكبير المنطقة الغربية أولا تشعر بالخوف على نفسك لأنه ما فيش سلطة عليا تستطيع أن تحميك أو ترجع إليها بينما في المنطقة الشرقية تستطيع أن تقول أن هناك جيش هناك شرطة هناك إسعاف هناك قيادات مدنية هناك سقف تستطيع أن تشعر تحته بالطمأنينة والأمان أما في المنطقة الغربية فالمسألة بدون سقف يعني كل ميليشيا هي دولة أنت تتحرك وسط جزر من الدولات الصغيرة للميليشيات كل ميليشيا معها قوات مسلحة مدججة بالأسلحة معها جهاز مخابرات خاص بها لديها سجون خاصة بها لديها علاقاتها الخارجية مع جزة مخابرات دولية وأطراف إقليمية ودولية وبالتالي الفرق كبير ما بدأ يشعر به الليبيون أعتقد في المنطقة الغربية هو أنهم يريدون تكرار التجربة التي تمكن الجيش من تطبيقها في المنطقة الشرقية لكي تكون على مستوى البلاد يعني يخش بقى الجيش في المنطقة الغربية ينتهي من بسط سلطانه على منطقة الجنوب يفرض نفسه على العالم ويهزم الأجندات التي تريد تفتيت ليبيا وتقسيمها واستمرار الفوضى فيها من هي هذه الجهات؟ جهات كثيرة للأسف الشديد يعني نحن لدينا مؤشر منذ سنوات طويلة على احتضان دولة مثل بريطانيا للتيارات المتطرفة وأعتقد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك في أحد المرات أعتقد بعد الحوادث الإرهابية التي ضربت مصر في التسعينات حذر بريطانيا والدول الأوروبية من إيواء الإرهابيين يوجد الكثير من المتطرفين يقيمون في أوروبا يقيمون في بريطانيا يوجد عواصم في منطقة الشرق الأوسط إحدى العواصم العربية إحدى العواصم التباعة لإحدى الدول الإسلامية المنطلة على البحر المتوسط هذه العواصم يتحرك فيها الإرهابيون بكل أريحية وبكل سهولة يتنقلون وتساعد في فتح الممرات لهم عن طريق إصدار جوازات الصفر عن طريق العبور من الموانئ الجوية التحرك يعني لا يمكن أن تتخيل أن هناك قيادي إرهابي متطرف معروف بالاسم والصورة موجود في الموصل ثم ينتقل إلى الرقة أو إلى شمال سوريا ثم بعد ذلك يظهر في تركيا ثم يظهر في قطر ثم يظهر في السودان ثم تراه في مدينة طرابلس يعني لا يمكن لهذا الشخص أن يتحرك بمجهوده الخاص لا يمكن لمواطن أن يقتنع أن مثل هذا القيادي يمكن أن يتحرك بمجهوده الخاص وهو مطلوب لأجهزة الأمن في المنطقة وفي العالم لكن بكل سهولة تراه هل هي أجهزة فعلا نقدر نجزم بأنها تتحرك على الأراضي الليبية يعني أنا هناك قابلت أحد المنتمين لتنظيم داعش وأعتقد أنه كان كدر مهم لأنه كان مسؤول اغتيالات في داعش والحقيقة ما نفعش أن احنا نصوره صوته وصوره أو تحديدا مش هينفعناها عرده دلوقتي في الفترة الراهنة لحين أمور أخرى حتى قدر بيها قالنا أنه كان تدريبه في أكاديمية كذا بالمملكة المتحدة الدفعة كانت 380 مقاتل من داعش ذهبت عشرات الدفعات قدر أعداد المقاتلين الذين تدربوا داخل المملكة المتحدة بحوالي 6000 ده كلامه الحقيقة طيب إذن من الذي يتيح لهؤلاء حرية الخروج من ليبيا ودخول المملكة المتحدة والتدريب ثم العودة يعني إزاي؟ يعني هناك وقاعة مثيرة للاستغراب وهي لقاء سيد مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا مع شخصية معروفة أنها شخصية إرهابية في مالطة وكان اللقاء مصور يعني الشركسيون لا مهدي الحاراتي مهدي الحاراتي من الجماعة الليبية المقاتلة يحمل الجنسية الإيرلندية هو أصلا ليبي وأسس لواء في سوريا اسمه لواء الأمة بعد الإطاحة بالقزافة في ليبيا وهذا اللواء يعتبر أول مجموعة عسكرية مسلحة تعمل ضد نظام السوري ثم عاد إلى ليبيا ولأن العاصمة الليبية تسيطر عليها ميليشيات تابعة للجنسيات جماعة المقاتلة غالبيتها يعني فتم انتخابه كرئيس لبلدية طرابلس ثم بعد ذلك تم اتهامه من جانب عدد من الجهات في طرابلس بسرقات وتهريب آثار وتهريب أشياء كثيرة يعني أصبح مطلوب بشكل عام في طرابلس فهرب إلى أوروبا عاد إلى أوروبا ويتردد ما بين مالطة وبعض العواصم الأوروبية الأخرى المثير للاستغراب أن سيد مارتين كوبلر يلتقي به ويقول أن السيد مهدي الحاراتي الأجدر بقيادة قوات أمنية لبسط السيطرة في العاصمة طرابلس يعني هذا موضوع في غاية الغرابة يفقدك مباشرة الثقة في هذه المنظمة الدولية التي تتعامل مع قيادات متطرفين يعني في اتفاق السخيرات على سبيل المثال كان هناك إقرار بضرورة إخراج الميليشيات المسلحة من طرابلس هذا لم يطبق حتى اليوم يعني بتواطئ من الجهات الدولية بتواطئ من دول مختلفة أضف إلى ذلك أن الدول ترى في ضعف ليبيا غنيمة لها ليبيا لديها ألفين كيلو متر طول على البحر المتوسط تعتبر بوابة مهمة لأفريقيا في أثناء وجود معمر القذافي وهذا ربما لا يريد كثير من الناس أن يتحدث عنه القذافي كان مصمم على منع القوى الأوروبية والأمريكية من التسلل إلى الداخل الوسط الأفريقي ولهذا كان ينفق بسخاء على ما يسمون بالملوك التقليديين للقبائل الأفريقية في وسط أفريقيا هؤلاء الملوك التقليديين رأوا في السخاء الذي يقدمه القذافي يعني أمر لابد من أن يكون له مردود فمنحوه لقب ملك ملوك أفريقي التقليديين وهذا قابله العرب في وسائل الإعلام بالسخرية وحزفوا كلمة التقليديين واستمروا في وصفه بأنه ملك ملوك أفريقيا وأن هذا أمر مثل للسخرية بينما التوصيف الحقيقي هو ملك ملوك أفريقي التقليديين ماذا كان يفعل القذافي بهؤلاء الملوك؟ كل قائد قبيلة في هذه الدول الأفريقية مثل نيجيريا، النيجر، تشاد، بوركينفاسو وغيرها من دول غرب أفريقيا كل قائد قبيلة له هيمنة على قبيلته فيما يتعلق بالتصويت للمرشحين الرئاسة في هذه الدول فكانت دولة مثل فرنسا أو بريطانيا أو أسبانيا أو غيرها من الدول التي لها مستعمرات قديمة في وسط أفريقيا تناصر مرشح معين ويناصر القذافي مرشح منافس فيفوز المرشح الذي وقف خلفه معمر القذافي عن طريق القبال الأفريقية وين كان يمد أذرح حيوية ليبية في الداخل الأفريقي؟ طبعا وهناك شروط دخل فيها القذافي مع كثير من الشركات الفرنسية إذا أردت أن تعملي في دول مثل بوركينفاسو أو في النيجر أو غيرها لابد أن تكون هناك شراكة ليبية يعني مسألة الهيمنة على وسط أفريقيا أعتقد أنه كان هو الصراع الحقيقي ما بين الغرب ومعمر القذافي هذا السحل الطويل 2000 كم هو اليوم مستبح واليوم أعين الأمريكيين والإنجليز والطوليان على هذا السحل الطويل أضف إلى ذلك الثروات الطبيعية الكبيرة في ليبيا يعني هناك على سبيل المثال إثارة للفوضى في مناطة غرب ليبيا ماذا يحدث أثناء استمرار الفوضى في طرابلس وضواحيها كما نرى اليوم ما يحدث هو أن القوى الليبية أي إن كان توجهها التي تحمل السلاح مشغولة بالصراع داخل العاصمة والبلدات المجاورة ماذا يجري في الخلفية؟ ما يجري في الخلفية أن هناك شركات تقوم في الوقت الحالي بالتنقيب عن الغاز داخل الحدود الليبية بعيدة عن سلطة الدولة تماما هناك كما نعلم حدود بين ليبيا والجزائر قذافي لم يشأ أن يقوم بترسيم هذه الحدود باعتبار أنه يحمل فكر وحدوي وأنه لا مبرر لوجود الحدود بين ليبيا ودولة مثل الجزائر في الوقت الحالي بعد غياب معمر القذافي هذه الحدود غير منضبطة وغير معروف أين تقف الجزائر وأين تقف الأراضي الليبية شركات أجنبية استغلت هذا الوضع ودخلت وتقوم في الوقت الحالي بالتنقيب عن الغاز وشاركت خلال الأسبوعين الماضيين في مد خطوط الكهرباء إلى معسكر لمجموعة من المتطرفين كانت قادمة من خارج ليبيا من أجل أن يشاركوا مع القوات التي هاجمت الموانئة النفطية أي أن قوة خارجية من مصلحتها أن يكون هناك فوضى حتى تقوم بممارسة أعمالها هناك شركات أخرى أسست لها مواقع في غيبة السلطات في ليبيا عموماً سواء كانت حكومة الشرق أو الحكومتين في الغرب وقامت هذه الدول بتأسيس شركات للتنقيب عن اليورانيوم والذهب وتقطيع الرخام في الجنوب الليبي هناك على سبيل المثال دولة مثل إيطاليا إيطاليا معروفة أنها تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي من حقل أو من نقطة مليتا في غرب طرابلس من الذي يدير؟ من هو المسؤول الأمني عن مليتا في الوقت الحالي؟ لا يمكن لأحد أن يصدق وهذا أمر يثير علامة استفهام كبيرة ويجعل العرب لابد أن يعيدوا التفكير في وضعهم في الوقت الحالي الذي يدير يا سيدي ميناء مليتا برضى إيطالي هو الرجل الذي قامت مصر بالقبض عليه في الإسكندرية بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية وبتهمة النوع إرهابي والمعروف باسم أبو عبيدة أبو عبيدة هذا تم تكليفه رسميا من قبل المجلس الرئاسي لكي يتولى عملية تأمين حقل مليتا أو المصفات مليتا التي تقوم بضخن الغاز الطبيعي إلى إيطاليا يعني هذا أمر مثير أيضا للاستغراب الأمم المتحدة الإنجليز الأمريكان أثناء إدارة أوباما الألمان وغيرهم من الدول الأوروبية تدعو إلى التحاور مع الميليشيات المسلحة من هي الميليشيات المسلحة التي تنشط في غرب ليبيا؟ هي كالتالي تنظيم داعش وهو معروف تنظيم الجماعة الليبيا المقاتلة يتعاون مع داعش تنظيم جماعة الإخوان المسلمين يتعاون مع الجماعة الليبيا المقاتلة وهي مولية للقاعدة ويتعاون مع داعش أيضا تنظيم جند الحق وهو معروف وهو موجود على الحدود الليبيا التونسية واسمه في الداخل الحدود الليبيا جند الحق واسمه في داخل الحدود التونسية جند الخلافة هذا التنظيم يثير الإرهاب داخل ليبيا ويثير الإرهاب داخل تونس وهو معروف للمجتمع الدولي المقاتلين الذين يأتون من العراق ومن سوريا من الفارين من الحروب الجارية هناك يأتون بكل سهولة إلى داخل ليبيا مطارات دولية موجودة في مصراتا وفي طرابلس هذه المطارات تعمل برضى من المجتمع الدولي وهناك مطارات تستقبل ركاب لا يعلم إلا الله المجتمع الدولي هو اللي عمل حظر تصدير السلاح لليبيا ومن ثم فيه عندنا موقف غير مستقر أو بالأصح ما هوش فاعل بالدرجة المطلوبة للجيش الوطني الليبي لكن المجتمع العربي موقفه من ليبيا إيه يعني لا أظن أن هناك يقف من يقف مع ليبيا سوى مصر ودعم إماه إماراتي حتى وإن كان بعض الدعم المادي بعض الدعم الأدبي والمعناوي لكن ما هي مواقف بقية العواصم العربية ما موقف الرياض من ليبيا يعني أعتقد أن الموقف السعودي من الملف الليبي هو موقف يعني منذ 2011 حتى يومنا هذا محسوب بحسابات دقيقة يعني السعودية أعتقد أنها لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر بين الأفريقاء الليبيين وفي على سبيل المثال المجلس الانتقالي حين حاول أن يزور المملكة العربية السعودية في بداية الأحداث في 2011 كان هناك بعض القيادات في السعودية ترى أن هذا المجلس أعضاؤه وهم بشكل طبيعي كانوا يعملون مع معمر القزافي وبالتالي هم من نفس المنظومة التي كانت تعادي المملكة العربية السعودية في وقت من الأوقات في الوقت الحالي أعتقد أن يعني إذا كان هناك دعم للسلطة الشرعية والاستقرار في ليبيا فهو دعم يعني غير ظاهر إلا بشكل بسيط يعني رأينا بعض المؤنة الغذائية التي أرسلت لكن لا نستطيع أن نقول أن هناك دور واضح مثل الدور المصري أنا أتمنى أن نحن لازم نلتقي تاني لأننا الحقيقة عندي كم أسئلة غير طبيعية على ما يحدث في ليبيا وأرى أنه يعني حضرتك من أهم المتخصصين الضالعين في هذا الشأن ويمكن أحاول المرة الجاية فعلا أن أنا أحضر خريطة كده 3D بجد عندنا هذه الإمكانية فعلا أنه نحط عليها مواقع سيطرة الجيش الليبي في ليبيا مواقع سيطرة المسلحين في ليبيا ونبدأ نشرح ده للمشاهدين ونشوف التحركات قد تذهب بنا إلى أين ونحاول نتوقع متى سوف يتم تحرير ليبيا بالكمل من قبلة المسلحين شكرا جدا 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 لحضرتك أستاذ أبستار حتيتة الكاتب الصحفي والمتخصص بالشأن الليبي ومسؤول التحريب بجريدة الشرق الأوسط شكرا جدا لحضرتكم على حسن المتابعة ولو كلنا عمر هنتقابل بكرة إن شاء الله شكرا جدا